اشتركوا في القناة وقد راجعنا بحمد الله الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث واليوم إن شاء الله نراجع معكم الدرس الرابع والدرس الخامس والدرس الرابع يحتوي على أصل من أصول القراءة السبعة وهو الهمزتان من كلمتين والهمزتان من كلمتين إما أن تأتي الهمزتان متفقتان من كلمتين وإما أن تأتي مختلفتان من كلمتين فأما إذا أتت الهمزتان المتفقتان من كلمتين فإنها تأتي على ثلاثة أنواع النوع الأول مفتوحتان والنوع الثاني مكسورتان والنوع الثالث مضمومتان ومثال المفتوحتين في قوله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم نلحظ هنا أن الهمزتين مفتوحتان جاء أجلهم والمكسورتان هؤلاء إن أيضا نلحظ أن الهمزتين مكسورتان والمضمومتان أولياء أولئك وهذا لم يقع في القرآن الكريم إلا في موضع واحد في سورة الأحقاف ولا ثاني لها في القرآن الكريم والأصل أيضا في هذا الموضع الوقف على أولياء لكن القراء هنا يختبرون القارئ إذا وصل كيف يصلها وعلى اعتبار أن بعض الناس ربما لا يلتزموا بالوقف طيب اختلاف القراء فيها دائر بين التحقيق والتسهيل والإبدال والإسقاط أما التحقيق فهو واضح وهو الأصل عند باقي القراء وأما التسهيل فهو أن يكون يسهل بين الهمزة وبين حركتها والإبدال بأن تبدل الحركة من جنسها وأما الإسقاط أي الحذف وهذا في حالة الوصل أما في حال الابتداء فالجميع متفقون على التحقيق يعني بمعنى أنني إذا ابتدأت بالكلمة الثانية والتي فيها الهمزة فإنني أثبتها وأما في حالة الوصل فالاختلاف وقع بين القراء في حالة الوصل طيب نأتي على بركة الله بالهمزتين المتفقتين في الحركة وهما إما مفتوحتان كما قلت لكم أو مكسورتان أو مضمومتان طيب ما مذاهب القراء هم على نوعين أو على مذهبين مذهب الأول الذين لهم تغيير للهمزة الثانية والمذهب الثاني الذين يحققهم طبعا أصحاب التغيير هم أهل سماء من هم أهل سماء؟ نافع براويه قالون وورش وابن كثير براويه البزي وقنبل وأبو عمر الدوري والسوسي الباقون وهو ابن عامر وعاصم وهمزة وقسائي يحققون الهمزة الثانية وإذن مذهب الثاني لن نتكلم عنهم لأنه التحقيق أو الخلاف إنما وقع عند المذهب الأول وهم أهل سماء نأتي إلى التفصيل نأتي إلى الهمزتين المفتوحتين يقرأ قالون والبزي وأبو عمر بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوطن هكذا جاء أحد هذا القصر جاء أحد نلحظنا حذفنا وأما التوسط جاء أحد هذا بالنسبة لقالون والبزي أما ورش وقنبل لهم التسهيل لهمزة الثانية هكذا جاء أحد جاء أحد لاحظتم هناك وجه آخر لورش وقنبل وهو إبدال الهمزة الثانية حرف مد مع القصر إذا أتى بعدها متحرك مثل جاء أحد أحد هنا حركتين لأجل أن الحا متحركة وأما إذا كان الحرف الثاني ساكن فإننا نمد ست حركات بالنسبة لورش مثل جاء أمرنا لأن الحرف ساكن طيب نأتي إلى المكسورتين من السماء إلى قرأ قالون البزي بتسهيل الأولى مع التوسط ثم القصر هكذا من السماء إلى هذا التوسط أما القصر من السماء إلى طبعا سهلنا الهمزة الأولى لقالون البزي في كلمة بالسوء إلى في هذه اللفظة فيها ثلاثة أوجه الوجهان السابقان اللي هو القصر والتوسط مع تسهيل الأولى والإبدال مع الإدغام هكذا بالسوء إلى بالسوء إلى طيب ماذا يفعل ورش وقنبل بالمكسورتين يسهلون الهمزة الثانية هكذا من السماء إلى إلى من السماء إلى واضحة طيب هناك وجه ثاني لورش وقنبل وهو إبدال الهمزة الثانية هي المادية مع الإشباع إذا أتى بعدها ساكن أو القصر إذا أتى بعدها متحرك مثال الساكن هؤلاء إن كنتم لاحظوا معي هؤلاء إن كنتم هنا أتى بعدها بعد الهمزة الثانية حرف ساكن فإذلك مددنا بالإشباع طيب أما الوجه الثالث لورش في هؤلاء إن والبغاء إن هكذا هؤلاء وكذا الحال بالبغاء بالبغاء وهنا قد يقول قائل ما الفرق بين الوجه الثاني والثالث الفرق الثاني عفوا الفرق بين الوجه الثاني والثالث أن الثاني كان في الهمزة نلحظ هنا أن التسهيل كان في مخرج الهمزة وأما الثالث فهو انتقال إلى مخرج الياء أبو عمر البصري أسقط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط هكذا من السماء إلى هذا التوسط والقصر من السماء إلى هكذا ننتقل بعد ذلك إلى الهمزتين المضمومتين أولياء أولئك قرأ قالون والبزي بتسهيل الأولى مع التوسط ثم القصر هكذا أولياء أولئك هذا التوسط مع تسهيل الهمزة الأولى والقصر أولياء أولئك هذا قالون البزي أما ورش وقنبل فلهم تسهيل الهمزة الثانية هكذا أولياء أولئك الوجه الآخر لورش وقنبل إبدال حرف مد مع القصر هكذا أولياء أولئك أما أبو عمر فلهو الإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط هكذا أولياء أولئك هذا ما يتعلق بالقصر أما التوسط أولياء أولئك هذا ما يتعلق بالهمزتين المتفقتين في حركة وكل هؤلاء هم أهل السماء الذين يغيرون الهمزة إما الأولى وإما الثانية وأما المذهب الثاني وهم بقية القرى فهم يقرؤون بتحقيق الهمزتين يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانت من كلمتين فتل العلا كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كليا وكلواوي سهلا والأخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا هذا ما يتعلق بالهمزتين المتفقتين ننتقل بعد ذلك إلى الهمزتين المختلفتين في الحركة أيضا قالون وأبن كثير وأبو عمر قرأوا بتسهيل الهمزة الثانية أو الإبدال حسب الجدول وأما بقية القرى فلم يشاركوا في التغيير وإنما هم قرأوا بالتحقيق نأتي إلى أنواع الهمزتين المختلفتين في الحركة النوع الأول الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة شهداء إذ شهداء إذ شهداء إذ قرأ بقرأ ناثع ابن كثير وأبو عمر بتسهيل الهمزة الثانية هكذا شهداء إذ شهداء إذ نحظوا معي شهداء إذ والنوع الثاني الهمزة طبعا الباقون بقية القرى يقرأوا بالتحقيق هكذا شهداء إذ هذا الباقون النوع الثاني الهمزة الأولى المفتوحة والثانية مضمومة جاء أمة قرأ هؤلاء الثلاثة أهل سما قرأوا بتسهيل الهمزة الثانية هكذا جاء أمة وأما بقيت القرى فقرأوا بالتحقيق جاء أمة النوع الثالث الهمزة الأولى مكسورة والثانية مفتوحة من السماء أوئتنا من السماء أوئتنا قرأوا بإبدال الهمزة الثانية ياء خالصة هكذا من السماء أوي من السماء أوي قلبوا الهمزة إلى ياء من السماء أوي وأما بقيت القرى فقرأوا بالتحقيق من السماء أوئتنا النوع الرابع الهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة نشاء أصبناهم قرأوا هؤلاء الثلاثة نافع ابن كثير وعبو عمر وهم أهل السماء قرأوا بإبدال الهمزة الثانية واوا خالصة نشاء أصبناهم وأما بقيت القرى قرأوا بالتحقيق نشاء أصبناهم النوع الخامس الهمزة الأولى مضمومة والثانية مكسورة يشاء إلى قرأ الثلاثة أهل السماء بوجهين اثنين إبدال الهمزة الثانية وهم خالصة يشاء أولى هذا الإبدال وأما التسهيل هو وجه الثاني لهم يشاء أولى هذا التسهيل وأما بقيت القرى فقرأوا بالتحقيق يشاء أولى هذا ما يتعلق بالهمزتين المختلفتين في الحركة وأما بقيت القرى فقرأوا بتحقيق الهمزتين المختلفتين في الأنواع الخمسة يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى وتسهيل الأخرى في اختلافهما سماء سماء يعني النافع وابن كثير وابو عمر تفيئ إلى معجاء أمة ننزل نشاء أصبنا والسماء أوئتنا فنوعان قل كليا وكالواوي سهلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كلياء أقيس معدلا وعن أكثر القراء تبدى الواوها وكل بهمز الكل يبدى مفصلا هذا ما يتعلق بالدرس الرابع أتممناه بحمد الله تعالى انتبهوا معي ننتقل مع ذلك إلى الدرس الخامس وهو تتم لأصول القراء وعندنا فيه ثلاثة أصول الهمز المفرد والنقل والسكت أما الهمز المفرد فالمقصود بالهمز المفرد هو الهمز الذي جاء في كلمة واحدة وهو لا ثانية له ومذاهب القراء وقع اختلاف القراء في الهمز المفرد سواء كان ساكن أو متحرك من حيث التحقيق والإبدال والذين خالفوا ورش والسوسي الذين لهم خلاف فيه وأما وقيت القراء فهم يحققونه ما مذهب ورش وما مذهب السوسي في الهمز المفرد أما مذهب ورش فإنه قرأ ورش بإبدال الهمز الساكنة إذا وقعت فاء للكلمة فاء للكلمة مثل يؤمنون هذا همز المفرد على وزن يفعلون لاحظوا معي جاء الهمز على فاء الكلمة يؤمنون يفعلون يعني جاءت الهمزة التي على واو جاءت على فاء الكلمة فهنا يعتبر موافق لشرط لشرط ورش طبعا هذا يتكلم عن همزة الساكنة ويستثنى له ما جاء على لفظ الإيواء ما جاء على لفظ الإيواء وما تصرف منه مأوى وتؤوي فأوو فإن هذا هذه الكلمة ما تصرف منها فإنه لا يقرأها بالإبدال وإنما يثبت همزتها مأوى وتؤوي فأوو ولا يبدل عين الكلمة طبعا قلنا أن شرط ورش هو فاء الكلمة لكن عين الكلمة هل يبدلها؟ لا إلا في ثلاث كلمات بئر وبئس والذئب فيقرأ وبير وبيس والذيب ووافقه الكسائي في الذئب فيقرأ الكسائي الذئب هذا ما يتعلق لورش في الهمز الساكن إذن الهمز الساكن لابد من شرطه أن يبدل الهمز الساكن لابد أن تكون فاء للكلمة ولا يبدل عين الكلمة إلا في ثلاث كلمات بئر وبئس والذيب ووافق الكسائي في الذيب واستثنية من فاء الكلمة ما جاء على لفظ الإيواء وما تصرف منه طيب الهمز المتحرك بالنسبة لورش ماذا يفعل؟ لابد لورش إذا أراد أن يبدل الهمز المتحرك لابد من ثالث شروط الشرط الأول أن تكون الهمز تفاء للكلمة والشرط الثاني لابد أن تكون الهمزة فتوحة والشرط الثالث أن يسبق الهمز بضم ما مثل ذاك؟ يؤخر نلاحظ هنا يؤخر يفعل جاءت الفاء الكلمة على الهمزة إذن انطبق الشرط الأول أن تكون الهمزة مفتوحة لاحظوا معي يؤا مفتوحة يسبق بهمزة بضم يو فيقرأها يوخر يوخر هذا ما يتعلق بورش يقول مام الشرط برحمة الله تعالى إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلاء طيب مذهب السوسي في الهمز المفرد قرأ السوسي بإبدال كل همز ساكل من جنس حركة ما قبله مثل فدارأتم ما الذي قبله المفتوح فيقرأ فداراتم واضح استثني له بعض الأنواع وهذا مبسوط في كتب القراءات ماذا يقول مام الشرط برحمة الله تعالى يقول ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مد غير مجزوم نهمل طيب الأصل الثاني في هذا الدرس هو النقل والسكت النقل والسكت نبدأ عبقة الله بالنقل ويعرف النقل بأنه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها هذا تعريف النقل طيب من أصحاب النقل الذين يقرؤون بالنقل ورش وحمزة أما ورش فيقرأ بالنقل وصل وقفا وأما حمزة فيقرأ وبخلف عنه طبعا يقرأ بالنقل حال الوقف فقط وأما بقيت قراء فمذهبهم التحقيق تحقيق الهمزة طيب ما شرط النقل ثلاثة شرط أن يكون الشرط الأول أن يكون الحرف المنقول إليه ساكنا الشرط الثاني أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمزة في بداية الكلمة التالية الشرط الثالث أن يكون الساكن منقول إليه صحيحا ذلك بأن لا يكون حرف مد نطبق مثلا على الأرض هنا ننظر الأرض اللام هنا ساكنة إذن منقول إليه ساكنة هذا انطبق الشرط الأول أن يكون الساكن آخر الكلمة الأولى والهمزة في بداية الكلمة التالية مثلا قد أفلح هنا الدال ساكنة وأما بعدها متصل بها وهو في بداية الهمزة التي تليها الشرط الثالث أن يكون الساكن منقول إليه صحيحا أي لا يكون حرف مد وهذا انطبق في قد أفلح وفي ذلك يقول الشرط برحمه الله تعالى وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا وعن حمزة في الوقف خلف يعني بمعنى أنه له وجهان في هذه النقل النقل وعدمه انطبق لورش الأرض يقرأ الأرض الإنسان يقرأ الإنسان قد أفلح يقرأ قد أفلح ولقد آتينا ولقد آتينا هذا ما يتعلق بتطبيق النقل أما السكت قرأ حمزة بالسكت في حال الوصل على الساكن قبل الهمز على التفصيل إن كان الهمز بعد أل للتعريف كالأرض والإنسان أو في كلمة شيء كيف أثت فلخلف السكت قولا واحدا هكذا الأرض الإنسان شيء هكذا ولخلاد الراوي الثاني عن حمزة له السكت وعدمه يعني عدم السكت يعني التحقيق الأرض الإنسان وشيء أو يقرأها بالسكت كخلف وإن كان الساكن آخر الكلمة الأولى والهمز أول الكلمة الثانية مثل قد أفلح أو من آمن فلخلف الوجهان كيف يعني هكذا قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون هذا الوجهان الآن من آمن من آمن أو يقرأ بعدم السكت من آمن هذا ما يتعلق بالنقل والسكت وبهذا نكون قد أنهينا بحمد الله تعالى الدرس الرابع والخامس في مراجعة أصول القراءة في منهج القراءات المستوى السادس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يغفرنا ذنوبنا وأن يسترعيوبنا ويجعلنا من حزبه المفلحين الذين لا خوفنا عليهم ولا هم يحزنون وأصدني وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ألقاكم على خير حال إن شاء الله تعالى في الدرس الثالث لمراجعة ما تبقى من دروس القراءات المستوى السادس في مدارس تحفظ القراءة الكريم ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته